المعطيات التي ستحدث بعد كاب 27 المهمة التي كانت بعد وثيقة باريس أو كاب باريس أي من الأعضاء يجب أن يكون بدون وجود بدون وجود اتفاق واضح واتفاق مناسب للجميع وبدون تطبيق هذه الاتفاقات ماذا سنفعل؟ مهما كنا سنستثمر من الأموال في هذه المشكلات إذا لم يتغير الناس وإذا لم نطبق هذه الحلول والذهاب إلى الأوضاع المتجددة فهذا لن يوجد أي من الحلول يجب أن نستخدم نعم استخدام الوقود كما تعلمون هو مشكلة كبيرة كما ترون لذلك يجب أن نستخدم الطاقة المتجددة فالناس أيضا سيستثمرون الكثير ويوجد أن نستخدم التكيف والتخفيف في بلدانهم وخصيصا في البلاد القوية كما تعلم أن مدغشقر هي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي نعم نحن نواجه الكثير من الأعاصير لأنها جزيرة كبيرة في المحيط الهندي فنواجه الكثير من الأزمات نحن حوالي 26 مليون شخصا في مدغشقر أغلبهم يعيش في مشاكل وفي أزمات من هذه المصائب والمشكلات والأزمات العالمية نعم عندما يكون لك بيتا ويكون لك أصول ويكون لك أولاد فالآن لا تريد أن تكون مشردا فعندما يضربنا ثلاثة أعاصير ضربنا حتى الآن وعندما يضربنا أي أعاصير فأنت تعرف أن بيوتنا تدمر وأولادنا يشردون ويموت العديد من الناس فهذه هي المشكلة الناس الفقراء في مدغشقر أيضا يتأثرون كثيرا إنه تحدي خطير لأن في بلدي نعتمد على النفط وهو مصدر دخلنا ولكن نحن بحاجة إلى تنويع مصادر اقتصادنا لأننا دولة جزرية صغيرة نعتمد على التنوع الحيوي البحري وهو أمر مهم لبقائنا على قيد الحياة عندما ينفذ من لدينا النفط فإننا بحاجة للاعتماد على السياحة وإذا وقعت السياحة ضحية للتغييرات المناخية فلن يكون لدينا أمل في تنويع مصدر الاقتصاد في المستقبل لقد تأثرنا بشكل كبير بالتغييرات المناخية ويوجد خسائر سنوية تتعدى أثل 300 مليون دولار بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح مياه البحر والحمودة كل ذلك قد يؤثر بشكل كبير على بلدنا وهو أمر مهم لبقائنا على قيد الحياة الشركة بين مصر والتحاد الأوروبية سيحددها الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة تتمتع مصر بقدرات لا نهائية في طاقة الرياح وطاقة الشمس وتستثمر مصر فيها تحتاج أوروبا إلى مزيد من الكهرباء وتحتاج إلى الهيدروجين الأغضر في المستقبل هذه الشركة مقدرة ستمثل أمرا مفيدا ويحقق أرباح سيفيد مصر ويحقق التنمية في مصر إنه موقف يربح فيها الجميع من الجانبين